السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعيدة بلوقياكم كنتمنى دائما انكم تكونوا باخر والاخر اليوم ان شاء الله سنحضروا غلاس النوغا اللي سيكون عليه طلبة كثيرة بالصفح خصوصا في المناسبات وممكن كذلك تحضروا احت الوليداتكم سنحضروا بطريقة جيد جيد سهلة للمبتدئات بدون بيض ستعرفوا ان القاعدة الاساسية غلاس النوغا تكون بالبيض لكن اليوم ان شاء الله سنحضروا بدون بيض بجهة جميع الاخوات يتمكنوا انهم يحضروا بطريقة اللي هي في المتناول سنبدأ اول حاجة بالنوغا سنحتاج لها هنا كيف ما ستشوفوا معي كسل ربدي العنبة دي السكر ساندة 120 جرام سنحتاج 41 جرام دي المال وهي ربع كاس دي الماء و سنحتاج 200 جرام دي اللوز بالنسبة للوز ممكن الاخوات اللي ما قدروا شع اللوز ممكن انهم يدروا يعني كوكو سواء كان كوكو بحلاكة بقشورو او كوكو ايفيلي او كوكو هرمش يبقى لكم الاختيار كيف ممكن تحضروا هذا النوغا ليس شرط يكون عندكم ذاك اللوز كامل بحلاكة يعني صين ممكن تدروا اللوز فيلي او لا تدروا اللوز مهرمش يبقى لكم الاختيار بالنسبة للوز فهو ما محمرش والنفس الشيء اللي كنتو غادي تديروا كوكو لان نحن غادي نحمرو دابا كوكو في هاد السكار مع الماء كنا اخذو ذاك السكار مع الماء كنديروهم في الواحد من الاحسن تكون هكا شي مقيلة ثقيلة باش يسهل عليكم الخدمة ما تديروش في كاسرونة من الاحسن تكون شي مقيلة بحلاكة غادي نديرو فيها السكار مع الماء ونخليوهم حتى كيبدأوا يغلعو بمجرد ما كيبدأ كي اغلالينا كيف ما كتلاحظو ذاك الماء مع السكار كنضيفو اللوز اللي كنمسحوه ضروري ما يكون يمسحوه بوحد المنديل وكنبدأو كنحركو كنبقاو كنحركو في ذاك اللوز كيف قلت لكم ممكن هاد النقرة كتصيب زنجلان كتصيب كوكو كتصيب يعني هناك يبقى لكم اخواتي لاختيار صيدات دير ذاك الشي اللي متوفر عندها سافي كنبدأو كنحركو في ذاك اللوز بهاد الطريقة هادي الحتي كيبداو كيبل اغلالينا داك السكر تحجأ على اللوز كيبالينا السكر ولا بحل سنول فيها ويرجع الحل سنول في mommy ويرجا محجر على اللوز فتالمرحلة هادي متخافوا أو موالو كتبقاو كتتحركو فيه كتتحركو كتحركو في ذاك اللوزiera حتي كيولي كراميل يعني كيولي لكم هذاك سني ذا كترجع الكراميل وهادي هي النقوقهم فهد المرحلة هادي في المجرد ما توصلو لهاد المرحلة يمكنك أن تضيفها في الماء و تجدها من الأرخامة كيف تبرد و ترميها بالماء وبمجرد فاقامة ليست جميلة فاقامة يمكنك أن تضيفها يمكنك أن تبرد و ترميها يمكنك أن ترميها بمجرد لا ترميها بمعنى ندير اللوزتين فضروري ما غادين هرميشها بالنسبة لي كنتو ديرين نلوزم هرميش او لحتى الزنجلان او اي حاجة فكتخلي واحد شوية يعني كتخلي واحد شوية باش نزينو فالآخر دابا غدين مشيو القاعدة ديال هاد القلاس اللي غدينحتاج لان سيترو ديال الحليب سيترو ديال الحليب جوستشيات ديال شانتية غبرة غدين نوريكم لبنات اللي علاب الربو يخدموا بالكريمة السائلة شنو غاديديرو قلنا نسيترو ديال الحليب جوستشيات ديال شانتية غبرة ولا الكريمة شانتية غبرة علبة دياليا غورتنا مستعملها ديال تمانين قرام النوغا من بعد ما هرمشتها كيفما كتلاحظه كغرب المدلك نضرب فيها بحلقتها نهرمشها عندي كذلك واحد اجمع القبال ديال الحليب مركز كراميليزي هو كيعطيه واحد المدق خطير جدا للنوغا المدق خطير جدا للنوغا لكن بنات اللي لم يفرش عندهم ممكن يعوضوه بوحد جوج ياغورت ديال الكراميل يعني بدل ما يديرو دك الياغورت اللي استعملت انا يديرو جوج علاب ديال ديسير كراميل هو باش يخدموه وصافي نمشو دهبه غادي ناخدو دك شونتية غبرة كيفما قلت وغادي نزيدو لها الحليب وغادي نخدموها واحد شوية ماشي نطلعوها يعني كتكون واحد الكريم ميمونطي يعني ما نطلعوهاش مزيان وعنا واحد المعلقة ديالقهو سريعة الدوابان ممكن ديرحت جوج معلقة لكي يبغي الملقة ديالقهوه مع الكراميل كديش حاجة خطيرة جدا اللي ما بغيتوهاش ممكن ما تديروهاش لكن انا بالنسبة لي ما الاحسن طيلوه نلاحظموا حد ملك قديثة القهوه سريعة الحزبهnehmen هذه الم Democrats اللي غادي نظري التنسف للة من الكريمة السائلة عندنا السحضة الاخل weil hefett التنسف للة من الكريمة الى كانت رائعة مزيان لا الم esp filled alex في دور اخر يزيدوا 1 نص etti ر chopper نستغنى على الحليب وشانتيغبرا ممكن نضيفه هنا خلطنا الحليب مع الشانتيغبرا مع زدنا الياغورت زدنا الكراميل زد كذلك القهوة سريعة الدوابان نضيف النوغا مع شوية الشوكولات اما قطع طريفات والحبيبات الشوكولات هذه النوغا هي ضرورية فهي ضرورية في هذا القلاس يجب عليك اضافة للقلاس يجب عليك اضافة يجب عليك اضافة خطيرة جدا يجب عليك اضافة طريقة كيف يمكن ان تضيفه في هذا المرحلة احتى تبدو تمونطي وقدروا نصف دي الكريمة وقدروا الوز الوسط وقدروا تدروا ثاني نصف دي الكريمة يلي يخدموا بعض الطريقة انا يا عزيز عليها يجي ملبسة في الكريمة كلها يعني يجينا في الكريمة كاملة هنا من بعد اما خلط نصيحة اللي سأعطيكم اخواتي البنات اللي بغينو للطيافة البنات اللي بغينو للطيافة فضروري باش ما تحشموش و باش ما يدوبش لكم واحد المنطر ماشي تزيدوا لي واحد ربعات الوريقات دي الجيلاتين ضروري انكم تضيفوا لي واحد ربعات الوريقات دي الجيلاتين كيف سوف نقوم بها سوف نقوم بها من بعد سوف نعصرهم و ندوبهم بشوية في الكسرونة بدون اي اضافة ندوبهم بشوية في الكسرونة و نضيفهم القلص دينا هذه اللي بغينو للطيافة و سوف نقوم بها خارج المجمد من بعد ما كان منطي طبيعة الحال دي سير ندخلوا بات ليلة كاملة انا بات ليلة كاملة جبتوا قدمتوا كما تلاحظوا زينتوا بشوية دي الكراميل لذي اللوز شيط منه شي حبات زينتوا كذلك بشوية دي الماكارون اللي يبقى مسألة اختيارية ممكن تديروا النوغة في الجناب ممكن تديروا المورنك كذلك ممكن تزينوا بالشنطية من الفوق هنا يا الزينت يبقى واحد مسألة اختيارية يعني كل واحد يدير ذلك الشي اللي يناسب كانت من اخوة تعنينا نكون اعطيت جميع اللي تطير يديرها القرص هذا والبنات اللي لما فهمتوا شي حاجة خليوها في تعليق ان شاء الله نجاوبها رأتي يجي واحد القرص كيف قلت لكم هماوي والطريقة يعني سهلة مافيش البطارية بومب اللي كتكون فيها البيض احنا ياخد منها بطريقة اللي هي بسيطة جدا جميع الاخوات ممكن انهم يصيبوه ويقدوه في البيوت ديرهم بكل سهولة كانت من الوصفة اليوم في عجبكم خليتكم راحة الى حلقة مقبلة بحول الله قمتم في رعاية الله وحكرا اشتركوا في القناة